السلام عليكم الطلاب السادس الإعدادي أكمل وياكم حل تمارين يونت سيكس طبعاً وصلنا إلى صفحة 133 بكتاب الاكتيبيتي بوك التمرين بي اكسرسايز بي بيج 133 درني مثل ما تشوفون مرادفات أنا كاتبهن بس رح أترجمهن لكم دفعة أولى أو مقدمة المرادفة مالتها أو التعريف مالتها part جزء of the total cost من الكلفة الكلية cost الكلفة total الكلية that is paid المدفوعة first أولاً number two monthly installments الاقصاط الشهري نفس التعريف الأول بضبط part جزء of the total cost من الكلفة الكلية that is paid المدفوعة ومكان كلمة first أولاً الصير every month كل شهر يعني بس كلمة first هنا صير every month كل شهر ولا نفس التعريف number three investment استثمار something you buy شيء ما تشتريه that makes money يصنع النقود أو يكون النقود amount يعني استثمار for go up in value تزداد قيمته شيء تزداد قيمته the amount you can sell something the amount you can sell something المبلغ الذي يتبيع من أجله شيء for increase for increase للزيادة يعني لهذا السبب يقولك go up in value تزداد قيمته المبلغ اللي يتبيع من أجله شيء حتى يزداد المبلغ number five car insurance تأمين سيارة أو التأمين على السيارة money you pay النقود التي تدفعها to a company إلى شركة so لذلك you can get money تستطيع أن تحصل على النقود if your car is lost إذا سيارتك فقدت lost 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 فقدت or damaged أو تحطمت exercise c تمرين c نفس البيت one hundred thirty three نفس الصفحة 130 طلاب هذا تابع الف الشرطية المثال اللي هو حالة قال if no were hadn't got a loan hat وتصريف ثالث بجملة فعل الشرط هيتمثل حالة third conditional شرطية ثالثة جواب الشرط with and have وتصريف ثالث للفعل you wouldn't have been able to buy a car number one if the car was new جملة فعل الشرط ماضي بسيط لأن هذا الwas يدلع الماضي البسيط يعني هيتعبر عن حالة second conditional شرطية ثاني لهذا السبب جواب الشرط with زائد مصدر we didn't have to pay وش يجيب لي بيع قوسيا يجيب لي we didn't have not have not have فعني أسويها we didn't والمصدر يبقى have نفسه we didn't have to pay هاي to pay يعني أصور أنه ما يجيبها لك بين قوسين يجيب لك بين قوسين not have فقط to pay موجودة بعد القوسين المهم أن تقول we didn't have number two if no pay is monthly installments هذا الحل طبعا هنا عندك جواب الشرط will زائد مصدر يعني حالة first لهذا السبب فعل الشرط مضاعلة بسيط no war sorry وليس نور no war مفرد الفعل يحتو على s pay ويجيب لك فعل pay بين قوسين انت تضيف لس على اعتبار هنا لقينا will وهاي حالة number three أنا قاعد أقرأ الجملة الجوة الرقم لأنه مو هاي اللي يجيبها يجيب هاي اللي يبيها الفراغ number three if the owner had in taking good care of the car hot وتصريف ثالث بفعل الشرط إذن هاي حالة third conditional جواب الشرط يتكون من with have وتصريف ثالث هنا we didn't have تصريف الثالث لل buy هو about هو الشكل يقل لي not buy يعني حتى هاي we didn't ما يجيبها يعني هنا طلاب ذا تلاحظون الطريقة الوزارية مو هاي جملة كاملة يجيبها اليها فعل الشرط هادو تصريف الثالث جواب الشرط شكل يقل لي نوار not buy it ما دام هنا هادو تصريف الثالث جواب الشرط with and have و تصريف الثالث من فيه we didn't have تصريف الثالث للباية هو about we didn't have about it number four في نوار يقل لي park يقل لي park best park بين قوسين his car I would he careful جواب الشرط هنا جواب الشرط جواب الشرط would و تصريف الثالث هو مطينية يعني هاي فعل الشرط لازم هادو تصريف الثالث فراح صير هادو والتصريف الثالث للبارك هو parked his car number five مطين بجوملة الف بفعل الشرط didn't و didn't تدل على الماضي البسيط يعني ها حالة second لازم جواب الشرط would زائد مصدر فهنا بس يقل لي have أقل لي would have would have to pay هذا حال التمرين صفحة 133 و تكملت 134 و ان شاء الله يكملوا لكم بقية التمرين صلاح اللّ 6 30 30